أفدت منظمة هيومن رايتس ووتش بوجود أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القصري التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مؤكدة أن ذلك يرقى إلى جرائم حرب المنظمة في تقرير لها رأت أن تصرفات إسرائيل تبدو كأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها نقلت وكالة رويترز عن أربعة ديبلوماسيين أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيبي بوريل اقترح أن يعلق الاتحاد الحوار السياسي مع إسرائيل مرجحا اقتراحه هذا ومرجعا إياه إلى توروتها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة وفي رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد أشار بوريل إلى وجود مخاوف جدية حول تلك الانتهاكات وفي حين قال أحد الديبلوماسيين أن اقتراح بوريل يعكس قلقا إزاء سلوك إسرائيل واعتبر الديبلوماسي آخر أن تصرفات بوريل جعلت الاتحاد الأوروبي أكثر انقساما من أي وقت مضى وسيتم مناقشة اقتراح بوريل في اجتماع وزراء الخارجية وهو آخر اجتماع يترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات ترجمة نانسي قنقر